موسيقى جولتنا تتجدد مع حضراتكم دوما مع الصحافة العالمية والعربية ليس فقط بالقراءة ولكن بالتحليل اليوم يصحبنا في هذه القراءة وفي هذا التحليل ضيفنا من تونس الكاتب الصحفي الأساس أسامة الصعفي والذي سنستعرض معه أبرز ما طرحته الصحافة التونسية كما أرحب بضيف الصفحة الأولى من رمالله الكاتب الصحفي الأستاذ هشام عبدالله وفي جولتنا اليوم نتابع هذه العنوين موسيقى بينهم الشاهد والزبيدي صحيفة الصباح تنشر أسماء الذين طعنوا في نتائج الرئاسية موسيقى ونقرأ في نيويورك تايمز الخيار العسكري على طاولة ترامب للرد على هجوم أرامكو موسيقى البداية في هذه القراءة مع الأساس أسامة الصعفي الكاتب الصحفي التونسي والذي سنتطرق معه لأبرز ما كتبته الصحافة التونسية وأهم ما رصدته الصحافة في أصداء نتائج الانتخابات التونسية بعد التحية أستاذ أسامة هل مازلت التفاعلات كما هي؟ ما هي الموضوعات الأهم والأبرز في الصحافة المقرؤة في تونس؟ بعد التحية لكل مشاهدي قناة الغد أغلب الصحف التونسية الصادرة صباح اليوم كانت تطرح تساؤلات الزملاء يتساءلون يشككون أبرز العنوين كانت في شكل تساؤلات لأن هناك حيرة خلال هذا الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مثلا صحيفة الشروق قالت تفاديا للتشكيكات في مصدقية الانتخابات هل يجب الإفراج عن المترشح نبيل القروي من السجن علما وأن المترشح نبيل القروي في السجن مما يطرح إمكانية تسييس هذه المحاكمة التي يتعرض لها كل هذه الشكوك طرحتها الشروق في هذا المقال مشككة في مصدقية الانتخابات طالما أن أحد المترشحين في السجن خاصة وأن هناك مناظرة الفزية من المتوقع أن تكون قريبا بين المترشحين قيسعيد ونبيل القروي علما وأن أحدهم في السجن بما يطرح سؤال كيف ستكون هذه المناظرة وهل من حق المترشح نبيل القروي التعبير عن رأيه وهو داخل السجن صحيفة الصباح طرحت أيضا تساؤل قالت هل تنجح العائلة الوسطية التشريعية في تضميد جراح الانتخابات الرئاسية لأن الأحزاب المعروفة الأحزاب الكبرى في تونس مونيت بالفشل في الانتخابات الرئاسية لذلك صحيفة الصباح طرحت هذا السؤال استباقا للانتخابات التشريعية فهل تستطيع الأحزاب المعروفة والقيادات البارزة في هذه الأحزاب تضميد جراح الرئاسية بالنجاح في الانتخابات التشريعية علما وأنها طرحت مقالا آخر أيضا ضمنت فيه خارطة التصويت لرئاسيات حسب المحافظات حسب الجهات مما تبين لنا أن كل مترشح تحصل على أعلى نسبة في الأصوات في الجهة التي ينتمي إليها أي مسقة رأسه وهذا يصلح أكثر للانتخابات التشريعية أكثر من الانتخابات الرئاسية لأنه من الممكن أن تكون القوائم التشريعية القائمات التشريعية في تلك الجهة لها حضوظ أكثر بالفوز نواصل الطرح جريدة المغرب مثلا قالت دورتاني لمترشح في السجن أي مصدقية للانتخابات الرئاسية دائما المصدقية محل تشكيك طالما أن أحد المترشحين في السجن تحدثت على تكافؤ الفرص تحدثت على المناظرة الفزية أيضا جريدة الصحافة قالت أيضا في مقال صادر صباح اليوم في نصف الأحزاب والديمقراطية والدولة ما قبل الخامس عشر من سبتمبر وما بعده محتوى المقال يلمح إلى الفشل الضريع الذي منيت به بعض القيادات بسبب غرورها كما نقرأ في نص المقاب غرور قيادات هذه الأحزاب أدت إلى فشلها فلو كانت العائلة الوسطية الديمقراطية مجتمعة لكان الحال أفضل ولكنت النتائج أفضل بالنسبة لبقية الأحزاب تحدثت عن تسليم إمكانية تسليم الدولة لمبتدئين في السياسة طبعا يعني من هذه الإطلالة هناك تنوع في التعامل وأن كانت مسألة المصدقية كما أشرت لها هي القاسم المشترق الأعزم في هذه الموضوعات لكن مثلا نحن في الصباح تبعنا أن الزبيدي والشاهد قد طعنا في نتائج الانتخابات هذه الجزئية كيف غطتها الصحافة وضعا في الاعتبار أن الفروق بين المترشحين سابقا وخروج النتائج يعني كبير فأسباب هذا الطعن هل هي مطروحة للنقاش في تونس أسباب الطعون عفوا لنبدأ من الأول مسألة الطعون كانت مساء يومي أمس في ساعة متأخرة من مساء يومي أمس بما لم تتمكن الصحافة الورقية من التركيز على هذه النقطة الصحف الإلكترونية في تونس ركزت صباحا اليوم على هذه النقاط طالما أن بعض المترشحين قدموا طعونا في نتائج الانتخابات منهم الشاهد رئيس الحكومة وعبد الكريم سبيدي أيضا المترشح البارز للانتخابات الرئاسية طعنوا في نتائج الانتخابات لكن القرار يبقى بيد الهيئة هيئة الانتخابات هي التي ستقرر كيف يتم النظر في مختلف هذه الطعون هيئة الانتخابات هي التي ستقرر متى يتم الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات بعد النظر في هذه الطعون بعد الاستشارات القانونية أيضا علما وأن بعض المترشحين يطرحون طعونا قد تمثل جرائم انتخابية وقد تغير في المشهد العام وقد تغير في نتائج الانتخابات حسب ما تم إعلانه مؤخرا شكرا جزيلا لضيف الصفحة الأولى من تونس الكاتبة الصحفي أساز أسامة السعفي الآن ينضم إلينا في صفحة الأولى ضيفنا الأساز علاء الخطيب من لندن ونتحول إلى متابعة قراءتنا مشاهدين الكرام وإلى شأن آخر ونتائج الانتخابات الإسرائيلية إلى حين الشروع بمفاوضات حكومة وحدة لم تنتظر وولستريت جورنال كثيرا حتى تتحدث عما بعد بنيا من نتانياه وتتنبأ بحقبة خليفته المتوقع بعلاقاته الخارجية تقول الصحيفة إن بني جانيتس من المتوقع أن يتبع السياسة الخارجية لنتانياه إن أصبح رئيسا للحكومة إذ لا طالما تعهد بتجديع التحالف الأمريكي وتأمين حدود بلاده ومواجهة إيران وقد يسعى إلى تسوية في علاقته مع الملف الفلسطيني لكنه في المقابل تقول الصحيفة قد يكون أكثر تشددا بصفتي قائدا للجيش من نتانياه في تعامله مع قطاع غزة نشر روبرت فيسك مقالا في صحيفة الانديبندنت بعنوان مع تراجع تأثير نتانياه في شرق الأوسط يجب على ترامب أن يجد طريقة للتعامل مع إيران يقول فيسك إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتانياه قدم عرضا رائعا معاديا لإيران في الأمم المتحدة يبدو أنه أغرق سفينته مشيرا إلى أن نتانياه انتهى به الأمر إلى إغراق سفينته وربما يصبح بني جانيتس هو الرجل الذي يقود هذه السفينة إلى رمالة أجدد تحية أستاذ شام عبدالله أستاذ شام النتائج شبه النائية لانتخابات التشريعية الإسرائيلية أكدت بما لا يدعم مجال الشك على تأزم المشهد السياسي الإسرائيلي مع عدم نجاح أي من الحزبين كما تعلم المتصدرين في تشكيل ائتلاف ما الذي يتوقع أن يحدث الآن بعد رفض بني جانيتس عرض بني يامين نتانياه بتشكيل حكومة واحدة وطنية نعم أولا مرحبا بك أستاذ ياسر وضيفك الكريم أستاذ علاء وتحياتي للمشاهدين الأكارم هذا ليس جديد على الصورة التي نحن بصددها الآن في الوضع السياسي الإسرائيلي بعد الاتخابات هو وضع ليس جديد لطالما مرت إسرائيل في مثل هذه الظروف السياسية التي تبدو معقدة كثيرا بالنسبة للخارجيين والمطلعين عن بعد عن الأمور في إسرائيل ولكنها أستاذ ياسر أنا باعتقادي وبرأيي المتواضع جدا هي تعكس طبيعة إسرائيل لأنه ليست هناك دولة سوية دولة مستقرة دولة قائمة بسيادة صحيحة ومنطقية ومعقولة أن تكون فيها مثل هذه الأمور طوال الوقت فيما تعلق بالسياسة صحيح أن بن يمين نتنياهو خلق وضعا جديدا من إسراره واستماتته للبقاء في السلطة إلى ما شاء الله من خلال هذا الوضع ولكن التربة خصبة في إسرائيل وهناك كثير من الإسرائيليين يمكن أن يتعاملوا معه بل تعاملوا معه يعني عندما يعني يمكن القول أن إسرائيل منقسمة على نفسها أو إسرائيل غير منقسمة على نفسها طبعا هناك حزبان رئيسيان ولكن يعني الحزب كحول لفان هو حزب جديد ولكن هو من أيضا من بقايا الأحزاب سواء أحزاب ما تسمى كان سابقا بالمركز أو اليسار أو الأعمال ولا غيرهم ولكن أنا لا أرى كثير من الصورة غير الطبيعية هذه تمس بصورة إسرائيل الأساسية وستبقى إسرائيل على هذا النحو وستبقى إسرائيل تقدم نفسها بهذه الطريقة إن لم تتعامل مع إشكاليتها الأساسية يعني حتى أنظر إلى التحليلات كما حللت صحيفة وولد ستريت جرنار وكما يحل المعلم الصحفيون هل سيلتزم جانس أو غيره بما قام به نتنياهو إذا إيران والدول والتحالفات الأمريكية الخارجية في البنطقة أو ما لا الجميع لا يسأل ولا يثير الأسئلة الأساسية المضمون الأساسي وهو أن إسرائيل دولة محتلة قائمة بالغصب وفوق القانون وفوق إرادة القانون وأنها صالما هكذا ستظل يتم التعامل معها وأريد أن أشير إلى سمحت لي أن هناك ثمت شيء مهم جدا لا أعتقد أن كثيرين تطرقوا إليه وهو أنه باعتقادي لن يكون هناك تحالف بين كحول لفان ما يسمى المركز اليسار والليكود لأن ذلك سيجعل من القائمة المشتركة المعارضة وهل ستقبل إسرائيل الحالية كما نعرف أن يكون زعيم المعارضة فيها أيمن عودة زعيم عربي لا أعتقد أن إسرائيل جاهز إلى هذا الحد سيذهبون إلى تحالفات ما أنزل الله بها من السلطان أستاذ علاء الخطيب روبرت فيسك في مقاله في الاندبيندنت يتحدث عن أن نتنياهو أغرق سفينته بنفسه وربما هو أشار أيضا إلى أن بني جانتس هو من سيقود السفينة في قادم الأيام هل هذه نتيجة منطقية تعتقد أنها ستنعكس على الأرض في الأيام القادمة وأن بني جانتس هو من سيقود؟ في البداية تحية لك ولي ضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الغد بالتأكيد يا سيدي لقد ارتكب نتنياهو أخطاء كبيرة من خلال تصرفات الأخيرة عندما استفز العرب في تصريحاته في ضم الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت وكذلك لديه حقيقة نزاعات داخلية لو نظرنا حقيقة إلى الخارطة السياسية في داخل إسرائيل لرأينا أن هناك نزاعات كبيرة بين النتنياهو وبين الكتل يعني هو داخل في نزاع مع القائمة العربية ومع القائمة المشتركة ومع إسرائيل بيتنا لليبرمان حول قضية التجنيد للمتدينين لذلك هو وضع نفسه حقيقة في موضع لا يمكن أن يخرج من عنده بالإضافة إلى ذلك هو حقيقة تلاحقه تهم الفساد وهذا ما ركز عليه السيد غانس في حملته الانتخابية بأن نتنياهو تلاحقه هذه التهم وبدأ يفعل هذه الشعار إذا صح التعبير أو الدعاية الانتخابية التي خدمت بيني غانس بالنتيجة نتنياهو ركزت حقيقة الصحافة بشكل كبير جدا خصا صحافة الأوروبية على مسألة عداء نتنياهو لإيران دون النظر إلى عداء نتنياهو للعرب على سبيل المثال ودون النظر إلى استفزاز نتنياهو بتصريحاته الغبية الأخيرة اتجاه العرب واتجاه أطماعة توسعية بالتأكيد أنا لا أعتقد أن هناك تغيير في نظرة بيني غانس حول الخلاف الإيراني أو العداء الإيراني الإسرائيلي ستبقى هذه النظرة متواجدة لدى عقلية سيد غانس لكن بالنتيجة نتنياهو قد كتب على نفسه النهاية بشكل واضح جدا لأنه الجميع لا يريد أن يتحالف معه وهو يتوسل بأن يكون متحالفا لكي لا تطاله تهم الفساد أو لطاله القضاء وبالنتيجة أنا أقول أنه الآن الوضع السياسي في إسرائيل سيتجه اتجاه آخر إلى اليمين الوسط رغم أن ليبرمان صرح بشكل واضح جدا أنه لن يتحالف مع نتنياهو وكذلك القائمة المشتركة التي ترغب بشكل أو بآخر إسقاط نتنياهو والحكومة متجهة إلى غانس وغانس لم يصرح ولم يقول أنه سيتحالف أبدا مع سيد نتنياهو وهو لا يرغب بالتحالف ويروي تشكيل حكومة وحدة وطنية هذا المشهد يجعلنا حقيقة نحكم على سياسة نتنياهو بالنهاية التي لربما لن يكون له مستقبلا سياسي في إسرائيل ابقى معي أستاذ علاء تفضل بالبقاء معي أستاذ شام بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام نعود لنحلل إشارات ترامب الغامضة في نيويورك تايمز من جديد أهلا بحضراتكم نتابع القراءة والتحليل مرة أخرى في الصفحة الأولى حيث يستعد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعداد قائمة بالأهداف المحتملة لضرب تهران وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لصحيفة نيويورك تايمز إن وزير الدفاع مارك سبير ورئيس هيئة الأركان المشتركة سيقدمان لائحة بالخيارات المحدثة لترامب في اجتماع مجلس الأمن القومي المقرر عقده اليوم الجمعة وعلى الرغم من الجاهزية التي تبديها واشنطن للانتقام العسكري إلا أن ترامب أرسل إشارات غامضة بشأن الهجوم حيث هدد بالخيار النهائي وهو ضرب إيران لمعاقبتها على سلوكها وفي الوقت ذاته أوضح معارضته لنشوب أي حروب جديدة في الشرق الأوسط أرياض وواشنطن ترفعان صوتهما ضد طهران تحت هذا العنوان نقلت صحيفة لوموند عن خبير من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن بعض الحطام الذي تم الكشف عنه هو لصاروخ تملكه جماعة الحثيين لا يتجاوز مداه سبعمائة كيلومتر وهي مسافة لا تسمح بوصول الصاروخ إلى المناطق النفطية شرقية المملكة العربية السعودية والتي تقع على بعد أكثر من ألف كيلومتر من الأراضي الخاضعة لسيطرة جماعة الحثي باليمن إلى رمالله مرة أخرى وجدد تحية الأستاذ الشام عبدالله أستاذ الشام هذا تباين ألمحت إليه صحيفة نيويورك تايمز بشأن التعامل مع إيران فترامب يهدد بضرب إيران مرة لمعاقبتها على سلوكها وفي الوقت ذاته هو يعارض نشوب أي حروب جديدة في الشرق الأوسط أي رأياء أقرب إليك هذا التناقض في التصريحات كيف تفهمه؟ أفهمه على أنه مقصود مقصود أن يكون هناك ثمة تناقض وهذا التناقض يفسر على طول العقود الماضية بطريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع إيران بطريقة تختلف كلية مع مختلف دول المنطقة دائما كان التعامل مع دول المنطقة ونحن نعيش في هذه المنطقة وجربنا كل الحروب وكل التفاعلات السلبية في المنطقة وكانت للولايات المتحدة الأمريكية يد طول فيها صحيح أن إيران تقف في وجه مناوئ للولايات المتحدة الأمريكية ولكن دائما كان التعامل باستثناء فترة حرب الناقلات التي لم تستهدف الطرفين مباشرة ولكن بوسيلة أخرى ولكن طبعا وهناك حروب بالوكالة تشن من طريق الإيران وعن طريق الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أطراف آخرين ولكن طالما كانت هذه هي السياسة الأمريكية أما فيما يتعلق بسياسة ترامب طبعا ترامب شكل ملامح رئاسية لشخص رئيس غير استثنائي في الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة تعامله هو الآن يعني يقترب من الانتخابات بدأت الانتخابات يعني حملة الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت وانطلقت ويستجرى طبعا العام المقبل ولكن هو يعني منقسم ما بين إرضاء ناخبيه الإنجليين الذين نعرف كيف يتعاملون مع إيران ومع المنطقة وأيضا منقسم أيضا بين سياسته التي تقول والتي بنى عليها يعني نجاحه في الانتخابات الأخيرة من ضمن ما بنى عليه وهي إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من حروب وعدم انخالها في حروب ولكن أيضا هذه يعني تمثل تناقض لأنه يعني الحرب حتى في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية وبالنسبة لإدارة ترامب بالذات يعني يمكن أن تفصل الحرب مع إيران غير الحرب مثلا مع العراق أو غير الحرب مع سوريا وغير الحرب مع ليبيا لإيران طريقة تعامل أخرى ويمكن جدا أن بالفعل أن الولايات المتحدة الأمريكية مع إدارة ترامب أوقعت نفسها في تناقض جديد عندما ألغت الاتفاق النووي وبدأت في توتير الأوضاع مع إيران وإيران طبعا يجب أن نتأكد أن إيران عرفت واستخدمت هذه التناقضات بشكل جيد ما أبقى الصورة على ما هي الآن ولكن أنا أستبعد أنا أستبعد إن كان هناك ضربات ستكون محدودة جدا إذا كانت أستاذ علاء الخطيب أستاذ الشام أشار إلى ملمحين مهمين في إطار تحليله لنيورك تايمز الأول أنه تناقض مقصودي يعني هو يهدد بالحرب ثم يقول أنه لا يريد حروب جديدة في الشرق الأوسط وأيضا أشار إلى ملمح شديد الأهمية أن هناك سياسة للولايات المتحدة وربما سياسة قاصة بترامب فكيف يمكن أن تفهم هذه المعطيات في قراءتك للنيورك تايمز وهذا التناقض الواضح بالتأكيد ترامب هو لا يريد الحرب يعني هو يقول وبشكل واضح جدا لذلك هو يرسل رسائل ناعمة إلى إيران إيران تفهم هذه الرسائل الناعمة بأنها هناك عدم جدية أمريكية في المواجهة وبالتالي تستغل هذه النقطة بشكل واضح جدا في كثير من تعاملاتها في المنطقة بلا شك أنه هناك خطأ أيضا ارتكبه ترامب في قضية جعل الجيش الأمريكي كجيش مرتزق عندما يطلب أموال مقابل الحماية للدول وبالتالي جعل هذا الجيش بدون عقيدة وجعل هذا الجيش يحارب من أجل المال وليس من أجل حماية المصالح الأمريكية كما هو موجود في الدستور الأمريكي هذه أيضا نقطة مهمة جدا الأمر الآخر أن هناك حقيقة مخاطر جدا في هذه المواجهة أنا حقيقة لا أميل في قضية ضرب إيران ضربة محدودة أو ضربتين محدودتين لأن التصريحات وكذلك الواقع الموجود في المنطقة لا يقول ذلك لأنه إيران لن تسكت عن ذلك ولن تبلع هذه الضربات بالأمس تصرح السيد ظريف في لقاء مع السي أن أن قال إذا ضربت الولايات المتحدة وتعرضت المصالح الإيرانية فستكون هناك حرب شاملة وبالتأكيد الإيرانيون هم يريدون هذه الحرب لماذا يريدون هذه الحرب؟ هذا السؤال المهم إيران الآن محاصرة إيران الآن لا تريد حقيقة أن تموت وهي محاصرة تريد حقيقة أن تفجر هذه الأزمة حتى يلتفت العالم إلى هذه الأزمة بالتأكيد إيران أكثر رغبة في المواجهة من الولايات المتحدة الولايات المتحدة هي تراهن على مسألة الوقت وتجويع الشعب الإيراني وأضعاف النظام من خلال فرض العقوبات الاقتصادية حتى العقوبات الأخيرة التي أشار إليها سيد ترامب قبل يومين هي لن تكون مجدية باعتبار أنه هناك حالة من فرض العقوبات متواجدة عندما يقول سنشدد العقوبات وشدد العقوبات على ماذا؟ هناك حقيقة أيضا يجب أن لا نتغافلها بأنه إيران تتحالف أيضا مع الصين وأبرمت عقود استثمارية مع الصين بقيمة أربعمائة مليار هذا ما أزعج الولايات المتحدة والولايات المتحدة تريد أن تحيد إيران في هذه المسألة إيران لديها حقيقة أيضا لا يمكن حقيقة دقيقة واحدة فقط ثواني لا يمكن حقيقة للولايات المتحدة ولا التحالف أن يأخذوا أي إذن من الأول المتحدة في قضية مهاجم إيران ولا يمكن تحويل هذه القضية إلى قضية عالمية باعتبار أن الصين وروسيا سيفرضان الفيتو وحق الفيتو سيستخدم حق الفيتو في هذه القضية شاءت أمريكا أم أبت ولن تكون هناك مواجهة باعتقادي لن تكون هناك مواجهة لكن ستكون هناك ضربات لربما هنا هناك في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في أماكن أخرى من لندن شكرا جزيلا لكاتب الصحفي الأستاذ علاء الخطيب وشكر موصول لضيف الصفحة الأولى من رمال الكاتب الصحفي الأستاذ هشام عبدالله ودوما أشكر لحضراتكم حسن المتابع ابقوا دوما في أمان الله وإلى الملتقى